كلام طيب كلام طيب لقاء تواصلي من أجل البوح والحك والفضفضة لمشاكلنا اليومية في العلاقات الأسرية والغوص في عمق الحياة النفسية والاجتماعية في عمق الحياة النفسية والاجتماعية كلام طيب فضاء حر لكم مستمعين الكرام مع الدكتور طيب كريبان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها الأحباب الكرام حديثنا اليوم عن العدل العدل ضمان استقرار المجتمعات ربنا عز وجل في كتابه العزيز يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا العدل هو أولا اسم من أسماء الله الحسنى العدل يعني الإنصاف العدل يعني إعطاء المرء ما له وأخذ ما عليه العدل هو ميزان الله على الأرض يقف مع الضعيف حتى لا يأكله القوي العدل يكون مع المظلوم حتى لا يطغى عليه الظالم العدل يمكن صاحب الحق من الوصول إلى حقه من أقرب الطرق وأيسرها فالعدل أمان المجتمعات وهو ضمان للحياة المطمئنة الكريمة حيث لا وجود للإضطهاد وبغيابه يكون الهلاك يكفي أن نذكر بأن الله سبحانه وتعالى منذ الأزل بعث الأنبياء والمرسلين إلى أممهم وإلى أقوامهم وأنزل معهم الكتب لإقامة العدل بين الناس ربنا عز وجل يقول لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط ليقوم الناس بالقسط أي ليقوم الناس بالعدل طوبة للعادلين طوبة لهم مرتين لأن أصحاب العدل والقسط بشرهم ربنا سبحانه وتعالى بمقامات عالية في الجنة يكفي أنه في ساحة الحساب يوم الحشر يوم البعث والنشور سيكون الناس في هلع وخوف شديد إلا العادل يكونون في أمن وأمان قال صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وذكر منهم إمام عادل كل من يحكم بالعدل سواء في نفسه أو داخل أسرته الصغيرة أو عائلته الكبيرة أو في مجتمعه أو في مؤسسته أو في مكان نفوده كل هؤلاء هم عدول وعادلين والله تعالى وعدهم بأنهم سوف يظلهم تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله بل إن المقسطين الذين يحكمون بالناس بالقسط هؤلاء وعدهم الله تعالى بالمقام الشريف يوم القيام يكونون بجانب رب العالمين وهذا يكفيه شرف وليس بعده شرف ولا أعلى منه قال صلى الله عليه وسلم إن المقسطين يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلت يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا فالذين يعدلون في حكمهم إما كان رئيس دولة أو رئيس منطقة أو كان في أهله أو في أي مسؤولية في جمعية في نادي في حزب في نقابة وكان فيه العدل هؤلاء يوم القيامة الله تعالى يعطيهم منابر من النور يجلسون عليها ويكونون بجوار الرحمن عن يمين الرحمن لأنهم كانوا يعدلون ويقصطون بين الناس هذا العدل ينبغي أن يكون مع كل الخلق بدون تمييز يكون مع الغني ومع الفقير مع القوي ومع الضعيف مع الأبيض ومع الأسود مع الرئيس ومع المرؤوس مع الحاكم ومع المحكوم بل حتى ولو كانوا مخالفين لنا في الدين والمعتقد يكون بين المؤمن ومع الكافر فالله تعالى قال ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا يعدلوا هو أقرب للتقوى أي لا تحملكم عداوتكم وخصومتكم لقوم على ظلمهم بل يجب العدل مع الجميع سواء كانوا أصدقاء أم أعداء مؤمنين أو كافرين ونذكر هنا من الآثار التي تبعت في النفس الارتياح ما كان يعرفه المسلمون الأوائل لما ذهب الصحابي الجليل ربعي ابن عامر ذهب إلى قائد الفرس رستم وسأله قال له ما جاء بكم فقال الله تعالى ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله ومن ضيق الدنيا إلى سعتها ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام الإسلام معروف أنه دين العدل ويحكم بالعدل ويحكم بالقسط وأمر أتباعه بالتمسك بالعدل والقسط فالعدل له منزل عظيم عند الله وأقسط إن الله يحب المقسطين ربنا من يحب يحب المقسطين وكان الصحبي الجليل أبو هرير رضي الله عنه كان يقول عمل الإمام العادل في رعيته يوما أفضل عند الله تعالى من عبادة العابد في أهله مئة سنة إمام عادل حاكم عادل يرعى في الرعية يوم واحد يوم واحد فقط هذا لهم الأجر والثواب أفضل من عبادة العابد إذا كان في أهله ودويه ومكت مئة سنة فالعدل هو له قيمة عظيمة وجليلة ولنا في تاريخنا الإسلامي الكثير من المشاهد التي تبعت على الافتخار فمما يروى ويحكى أن أحد ملوك فارس بعت مرسول إلى سيدنا عمر ابن الخطاب ليقابله وجاء هذا المرسول من طرف هذا الملك العظيم ملك الفرس جاء بأبهته يبحث عن حاكم المسلمين فلم يجده فقيل له لربما هناك تحت ضل الشجرة يستضل تحت ضلها بعد عناء إنه لا يفتر يقوم يتجول على الرعية ويبحث عن أمور الناس وحينما يتعب يختر أي شجرة ويستضل تحتها لم يصدق هذا المسؤول المبعوث من طرف هذا الملك العظيم ملك الفرس في ذلك الزمن فصار يبحث عن سيدنا أمر فوجده نائما تحت ضل شجرة فتحجب وسمعه يغط في نوم عميق فقال كيف ينام حاكم المسلمين دون حرس ما عنده لا حرس ولا عنده أبها كما هو شأننا فقال قولته المعروفة حكمت فعدلت فأمنت فنمت فسلمت يا عمر حكمت فعدلت فأمنت فنمت فسلمت يا عمر هكذا كان المجتمع الأول يقوم على العدل وعلى القسط وبذلك يتحقق ضمان استقرار المجتمع المجتمع الفاضل هو الذي يقوم على أساس العدل بين أبنائه إنه يتلاشى الخصام والصدم وإنه يسعى لنشر العدالة التي تؤدي إلى الأمن والسلام ثم بها يتحقق الحب والوئام العدل يبدأ من نفس الإنسان إلى زوجته إلى أولاده إلى مجتمعه إلى أمته ولعل من أبرز أسباب العدل أن يكون الرجل عادلاً مع زوجته فيعطيها حقوقها ولا يؤذيها كما أن المرأة ينبغي أن تكون عادلة مع زوجها ولكن الرجل هو أولى من ذلك لماذا لأن الرجل أحياناً قد يكون معدداً له أكتر من زوجة عليه أن يعدل بينهن في كل شيء في المأكل والمشرب والملبس والمسكن والمبيت والنفق وغير ذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقهما إل أن ينبغي أن يعدل بين نسائه فإن فضل إحداهن على الأخريات بُعِت يوم القيامة وشقهما إل وحتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على أن يعدل بين زوجاته في القسمة وأحياناً كان يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تواخذني فيما تملك ولا أملك هذه قسمته صلى الله عليه وسلم فيما يملك في الطعام والشراب والملبس والمبيت والنفقة والمسكن هذه قسمته فيما يملك يطلب من الله تعالى أن لا يواخده فيما تملك ولا أملك يعني العواطف العواطف والمشاعر هذه إنسان غير مسؤول عنها ثم على الإنسان أن يكون عادلاً في أسرته بين أولاده يعادل بين الأولاد فقد قال صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم اعدلوا بين أولادكم اعدلوا بين أولادكم وقد ذكر الفقهاء أن العدل بين الأولاد يكون في كل شيء حتى في القبلة وحتى في الضمة ولا ينبغي أن نفضل بعضهم على بعض بهدية أو بعطاء لأن هذا قد ينشب بينهم الكراهية والحسد وقد يوقد بينهم نار العداوة والبغضاء ثم إن الإنسان المسلم يحرص على العدل في كل شيء في عمله أنه يقوم بالعدل والقسط فهو يوفي الميزان والكيل ولا ينقص الناس حقوقهم ولا يكون من الذين يأخذون أكثر من حقهم إذا اشتروا أو إذا باعوا لا يكون من الذين ينقصون الميزان والمكيال لأن الله تعالى توعد هؤلاء بالوعيد الشديد حينما قال جل علاه ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعثون ليوم عظيم فالمؤمن من طبعه أنه لا يبخس الناس حقوقهم ولا يأخذ أكثر من نصيبه العدل يكون في كل شي لكنه في حق ولاة الأمور أكد وأولى وأعظم ولاة الأمور يعني الرؤساء وكبار المسؤولين وساسات الدولة هؤلاء هم قوام المجتمع فلابد للدولة من مسؤولين ورؤساء ورجال هؤلاء العدل في حقهم واجب وأكد وأولى وأعظم كان عمر ابن العاص يقول لا سلطان إلا بالرجال ولا رجال إلا بمال ولا مال إلا بعمارة ولا عمارة إلا بعدل هذا برنامج حكومي لا سلطان إلا بالرجال يعني السلطة الأمنية ولا رجال إلا بمال السلطة الاقتصادية والمالية ولا مال إلا بعمارة التعمير والهندسة ولا عمارة إلا بالعدل يعني تكون هناك وزارة تختص بالعدل وبالقسط بين الناس لا يتحقق العدل في أي مجتمع إلا بوجود مسؤولين يتمتعون بصلابة في الحق وأيضا يتمتعون بحماية من الضغوطات فهم لديهم رقابة ذاتية وعندهم خوف من الله عز وجل وأيضا تكون لديهم شخصية قوية وعندهم حضور ذهن وعندهم وقار ونفس أبية فهؤلاء هي صفات العادلين أنهم ينطلقون من مبادرات إيجابية مدروسة وليس من رضود أفعال فورية أو مرتجلة هذا العدل هو يكون في الدنيا دائما ناقصا رغم إذا حاولنا أن نأتيه فهو يبقى دائما ناقص لأن الدنيا برمتها بنيت على النقصان أين هو العدل المطلق أين هو العدل التام الشامل لا ننتظر في الدنيا أن يكون هناك عدل كامل وشامل ومطلق إلا بعد أن ننتقل إلى الدار الآخرة هناك العدل المطلق الذي استأتر به المولى سبحانه وتعالى الذي يمهل ولا يهمل الله تعالى يوم القيامة يقول ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا العدل الحقيقي من ضع لو حق في الدنيا فليسبر فهناك وقوف آخر بين يدي الله وعليك أن تعد له جواب وهناك يكون العدل المطلق ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون فالعدل يكون عند الله تعالى وطبعا عكس العدل هو الظلم وربنا عز وجل حرمه أشد التحريم بل وأمرنا بأن نقاومه أشد المقاومة ظلم الأقوياء للضعفاء ظلم الأغنياء للفقراء ظلم الحكام للمحكومين هذا ربنا عز وجل حرمه حتى على نفسه يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا فنسأل الله سبحانه وتعالى العلي القذير أن يوفقنا وإياكم لأن نكون عادلين في أنفسنا أولا عادلين مع أنفسنا وعادلين مع أقرب الناس إلينا أسراتنا الصغيرة الزوجة والأولاد والإخوة والأخوات والعائلة الكبيرة الأعمام والعمات والأخوال والخالات ثم مع الجيران ثم مع زمالئنا في العمل وكل من ولي أمرا من أمور المسلمين فليطلب من الله تعالى أن يعطيه القدرة على العدل لأنه هو حسن الأمان للمجتمعات بل هو أساس الملك وضمان استمرارية الدولة فالله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نكون من الذين يحفظون هذا العدل وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكرّ إلينا الكفر والفسوق والعسيان واجعلنا من عبادك الراشدين قولوا جميعا أمين آمين آمين يا ربي كريم ويسعدنا أن نفتح خطوطنا الهاتفية للتواصل معكم أرقامنا كالعادة 05-22-88-00-60 أو 61 أو 62 أو الرقم الهاتفي 05-22-46-72-50 أو 51 أو 52 مرحبا بكل المكالمات نبدأها من فاس معنا للا كوتر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شكرا لك شكرا لك لحاج مرحبا بنتي كوتر شكرا أنا كنت تصص بك لحاج الأسبالي وبغيرت ناخد نمر ديالك ولكن تقطع لي الخط مرحبا بنتي أهلا وسهلا إذا كان ممكن لحاج بغير نمر ديالك عافظ وخا بنتي بإذن الله وخا بإذن الله أنا أطرف استندار بإذن الله مرحبا بنتي كوتر الله يطول عمرك ويحفظك مولانا بارك الله فيك وإن شاء الله تعالى نحاول نجاوبك لأنك يوقع لي واحد ضغط ديال المكالمات لا أقول بالعشرات بل بالمئات وكنحاول على قدر ما أستطيع اللي اللي تفاعلت معها فهذا ما نبغي واللي قدر ما قدرس الله تعالى أرجو إنه يعذرني لأنك نحاول ما أمكن تقريبين كمقال ساعة لتمنسى عدي المكالمات مع الناس معذرة الله يبر فيك بنتي وغن تحول إلى بن قرير مع أسي علي السلام عليكم السلحاج وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله وفيك السلحاج ونشفرك على هذا البرنامج لا عفو أخويا بارك الله فيك مولي الله حفظك أشك الله أكبر يا مغاربة يا مرحبا يا مرحبا أخويا جزاك الله الفخير معك علي الكافيس من بن قرير يا سعلي يا أخويا الله يحفظك ورعك مولي بارك الله وينك الدعم على نفس الحاج يد الجلال والإكرم يا رب العالمين بارك الله فيك عدي واحد الوليد مريض عيان شوية الله أكبر وكانت من المحسينين عونوا وني الله جزيلا بإخر قاعد 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 الفيديو ديال في قناة شجرة الأمال المكفوفين أي صوت لكن في إنسان يتاعدين أحسن بك الوليد ما خلي تنزلي بي ولكن دروس عيبة شوية الله يحسن عمانك ودي يا ربي وكان بينشكرك وكان بينشكر المدير طارح استحمد الله جزيبي خير واقف مع الشريح المعاقين وفقارة الله جزيبي خير كان بينشكر صاحب جال أنا محمد الثاليس ما ينصرو صارح أدري العظام صارح الله يا حبدا كولدي يا ربي يا كريم مارك الله وفيك السعالي أنت تسجلت في قناة هلال للمكفوفين أو قناة أمل للمكفوفين قناة أمل للمكفوفين أمل نعم نعم بإذن الله كنت تسجل ده عامين وطبارك الله لززا وده صارح كي ساعد الإخوان المكفوفين أي صارح أعطيهم الخاطر وكي ساعدهم من المال ديال صارح المحسنين يدخلو يتعون مع المكفوفين صارح أجي بإذن الله وكربي نشكرك تسجل حاج أنت الله يعمر ده الله يدخل لك رمضان لك ما تسجل حاج يا ربي يا كريم مولي الله يحفظك ويحفظك ويحفظك وليداتك السجل حاج والله شكرا سعلي شكرا بارك الله وفيك السحات وبدن أقرأ لكم لك ممكن في شوية شبارك وخودي وخا مع الوقت ضيق عندنا البرنامج ديال القرآن الكريم غادي إن شاء الله كل أحد صباحا مع الشيخ ديالسائي المسلم غادي إن شاء الله يقول لي سيد المخرج يقول لي سيد المخرج عندنا مكلامات كثيرة على الخط وخصوح الله يقول الله وخمولي بإذن الله بارك الله وفيك بارك الله وفيك ونشكروك نشكروك جزيز شكر صارح انترك واقف من هنا ووقفة رجل رجلون الله يحفظك بارك الله فيك مولي حافظك الله وراك سعلي حافظك الله وراك ومعذرة لنا الوقت ضهيكم وكلمات كثيرة في الانتظار والحمد لله داخل الإدعاء عدنا مرنامج أسبوعي تكون كلك أحد من تسعة إلى العاشرة والنصف صباحا وكتوقع الإعادة يوم السبت في نصف توقيت مع الشيخ سعيد مسلم القراءات القرآنية وتصحح القراءة ومقامات الصوتية وإن شاء الله هذا الشهر الفضيل دي الرمضان كيف العادة غا تكون عدناء الدورة الخامسة عشر دي المصابقة دي القرآن الكريم المصابقة قرآنية في القراءة المشرقية والمغربية لفائدة الذكور والإينات ودكسة إن شاء الله كل أحد صباحا يعني من العشر للتناش كل أحد غد تكون هذه المصابقة وغد تكون فيها المنافسة وغيكون فيها الجوائز التقديرية والمالية بإذن الله تعالى تشارك معنا السعالي وتكون عندك مشاركة مع الإخوة الكاملين مشاركة مكتفة بإذن الله الله يحفظك الوليية ديالك الله تعالى شفه ويعافيه الله تعالى يطلق الصحة والعافية وكان عاود جدد النداء ديالي للسادة المستمعين اللي عنده رغبة في مساعدة هؤلاء الإخوة وأخوات اللي هما في وضعي صعبة أرى الطريقة سهلة هو غيدخل محرك البحث وغير قناة أمل للمكفوفين أو شجرة أمل للمكفوفين وكينة قناة تانية هي شجرة هلال للمكفوفين وتالتة خاصة بالمعاقين حركيا هي شجرة نور للمعاقين أي واحد يدخل محرك البحث غير قهد الناس غير يبغي يقدم مساعدة أهل الخير اللي يبغي يقدم الزكاوات ديالهم ويقلب من يستحقها رهد الفئة هي من أشد الناس احتياجا وكان عاود نذكر بأن الفئات عن النساء ديالالإنات هم أكتر أكتر تضررا إذا دخلت له هذه القنوات واشتوا ديالفيديو أتلقى واحد العداد منهم ديالفتيات أدهم واحد وضعية جد قاسية محتاجة للمساعدة وهنا المساعدة غتكون الحمد لله إيجابية لأنها تطل مباشرة إلى المعنية بالأمر بدون أي توسطة إذا في تحت القناة واتلقى الرقم الهاتفي واتوصل معه مباشرة وتتسلم له للمساعدة مباشرة والله يجزيكم بألف ألف خير شكرا لك أخي علي حافظك الله ورعاك الله ونلتقي في القريب العاجل بإذن الله نتحول إلى إقليم الجديدة معنا للا خديجة السلام عليكم في الحاج وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يحفظك وبرك الله وفيد تحية لك وتحية للناس مدراديو والتحية للأخل في استقضاء المكالمات وأنا اليوم تواصلت معك باش نشكرك بزاف عمي الحاج لأن الفضل ديالك الفضل كيرجع لك بعض الله ستحانه وتعالى استغفر الله نبه بالقانوات الأمان شجرة آمال وشجرة هلال وكنشكرك بزاف وعندي وحد السؤال مرحبا سؤال ديالي هو فاش كنكون مصافرة أنا والأخت ديالك مكفوفات باش كنكون مصافرين حلقة كنكون مصافرة وكنتصليها في الأرض كن نشي أمام المرة فش ما كان شوية ندير نخبشي شوية ولكن وحد سيد هو وحد سيد قالوا لي يلا ما يمكنش خصوم الجمعة تنشيه للبطار لما خصوم الجمعة مخصومش يصلي في شي ما كان بحلقة في الزنقاء أو في شي ما كان في شي ما كان عام بحلقة نعم ابنتي يا ابنتي وغيت نقول لك أخويا بغيت نشكر أخويا جاوات بزاف ركي وقف معنا وكنشكر بزاف ووصفوا آد وقويا هشام وكنشكرهم بزاف ركي وقفوا مع المكفوفين وتحية ليهم وكنشكرهم وكنتمنى الناس يدخلوا عندنا القناة ديال شجرة آمال وشجرة هلال للمكفوفين يديروا الأبوني وتعاونوا معنا وتعاونوا مع الإخوان والأخوات المكفوفات أنا والأخت ديالي المكفوفات من البادية من نواحي ديال الجديدة وداخل مع أخويا جاوات بغير يدخل معاكم وتجل معكم في المصابقة القرآن الكريم قليت نسولي من الحزب طريقة كيفاش كي يتجلوا معاكم الناس واخر اخت خديج بإذن الله واخر ويحمدك بارك الله فيكو وكرشكر أخويا جاوات بزاف وتحية لي وتحية الأخويا هشام وتمنى الناس يدخلوا عندنا القناوات ركي يتعاونوا معنا وكي يفكل عزلة على الفتيات اللي كفوفات في البادية والله يتقبل منكم ابنتي ويتقبل من هاد الناس والحمد لله رأى مازال خير في المجتمع هاد الناس اللي ممكوفين خصوصا عنصر نسوي يكونوا في البادية كل في أعالي الجبال كل محاصر أنا كنتكلم مع واحد مجموعة منهم كنتلقاهم ساكننا كنتستفيد حقيقة نستفيد منهم كنتشوف فيهم القناعة وعندهم الرضا وعندهم الأمل وليسنهن رطب بذكر الله فهذه فرصة إن شاء الله نتعاون شهر رمضان دي المغفرة والرضوان ودي التكافل والتضامن بإذن الله تعالى بنتي خديجة بالنسبة للمسابقة دي القرآن الكريم غتكون في رمضان طيلة السنة نحن عد ندب الآن مع الشيخ سعيد مسلم كيكون يوم الأحد مباشر من سعود لعشرونس صباحا والإعادة السبت من النسط توقيت سعود لعشرونس صباحا كيكون هنا غير تصحيح القراءة وتعليم قواعد تجويد أستاذ سعيد مسلم شيخ مبرز في القراءات وفي المقامات الصوتية وهو حكم في محلي ووطني ودولي يعني يحضر في دول كثيرة للمسابقات الدولية وعنده خبرة كبيرة في هذا الميدان فهو يكتفي في الأيام العادية أنه يصحح القراءات إنسان كيقرأ كيقرأ هو كيسمع لي وكيصحح له ثم كيبدأ يعلم الناس قواعد تجويد يعلمهم القواعد الحروف مخارج الحروف ثم المقامات الصوتية وفي رمضان غتكون مصابقة يعني ما غيكون استشجيل إحنا الحمد لله نعتمد للطريقة السهلة الميسرة يعني اللي بتصل في التليفون هذكره هو التسجيل المصابقة غتكون إن شاء الله تعالى خلال رمضان الأبرك طيلة الشهر كل أحد صباحا مباشرة في القراءة المشرقية والقراءة المغربية وغيرت ترك فيها الدكور والإينات ولا نشترط سنا يعني الغاية هي التشجيع على تلاوة كتاب الله تعالى جميع الأعمار وطبعا دايما كيف وزوء الصغار لأن الصغير كتلقى عنده وحدة عنده وحدة القدرة هائلة على على القراءة والتجويد الغاية هي التشجيع تشجيع الجميع على الاعتناء بكتاب الله تعالى ما كان تسجيل وإنما لسبقه واللول والتصل في الإدعاء روادك والمشاركة وكل حصة كنجروا مؤهلين كنختاروا ثلاثة المؤهلين من الدكور وثلاثة من الإينات وكيبقها التأهيل باش تكون الحلقة النهائية لكتسبقها فرحة العيد السعيد كتكون فغير المؤهلين فغير الكبار هذك هي المهمة الحلقة الأخيرة كيكون فيها غير دك اللي تأهلو طيلة الأسابيع الأخرى وكتكون منافسة قوية وعظيمة وكنكتشفهم بأصوات يعني عظيمة وجليلة وكلقوا المنافسة ما بين الأقاليم معروف أن المغرب كان واحد الأقاليم هي مهتمة بالقرآن الكريم فيها مدارس عظيمة وجليلة نذكر مثلا مدينة سلع اللي فيها فيها مدارس قرآني عظيمة وفيها قراء أجلاء كبار وكلقوا مراكش كذلك كلقوا العيون اللي هو من أكبر المعاقد للقرآن الكريم كلقوا القراءات الحسانية رائعة ورائدة للغاية وكلقوا كذلك المدن الأخرى بحل أسفي بحل وجدة بحل مجموعة المدن طنجة وكتبقى الضال البيضاء دائما هي الجامعة لأن الضال البيضاء هي ماشي مدينة هي كاسموها رومبوة دي المغرب اجتمعت فيها كل المدن هي مدينة عملاقة كتلقى فيها كل شيء والحمد لله في النهاية كتكون جوائز مهمة جوائز تقديرية وجوائز نقدية للفائزين والفائزات الغاية هي التشجيع على حفظ وتلاوة كتاب الله تعالى ثم ان شاء الله فيما بعد قندروا التفسير تبقى العام كله ونحن كل ونركن ناخد آيات قرآنية وندروا تفسير معانيها تقريب المعنى إلى الأفهام وربطه بالواقع ذي الحياة كما اليوم اليوم تكلمنا على قضية العدل ان الله يأمر بالعدل والإحسان او ان الله يأمركم ان تؤدوا الأمانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل فتحدثنا باختصار عن العدل انه ضمان استقرار المجتمعات وهو اساس الحياة وهو اساس الملك وهو ايضا ضمان الامن والامان داخل كل مجتمع وهكذا كل مرة كنت ناخد آية قرآنية وكنت تكلم على ما عنها بشكل تقريبي ونتفاد التعميق الذي يعتمده المفسرون الكبار في المصنفات الكبرى لان الحلقات الادائية كتكون خفيفة على النفس وكتكون مبسطة لتقريب المعلومة لعموم المستمعين والمستمعات شكرا لك بنتي خديجة الله يحفظك ويرعاك اما عن جواب عن سؤالك حتى لا انسى المرأة اذا اردت ان تصلي فعليها دائما ان تبتعد عن انظار الرجال في الحديث النبوي الشريف المرأة تصلي في المسجد تصلي في بيتها تصلي في مخدعها افضلها عند الله تعالى صلاتها في مخدعها المخدع هو اكثر من البيت هو انك تمشي الوحد من بيتها مستور وكتصلي المرأة كلما كانت مستورة كانت افضل طبعا هذا لا يعني انها تمنع من المساجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنع اماء الله مساجد الله لا تمنع اماء الله مساجد الله فكانوا النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يذهبن الى المساجد ويصلين الصلاوات الخمس بل كنا يحضرن في صلاة الفجر النساء كنا يحضرن بكثافة في صلاة الفجر وهناك احاديث للنساء انهن يخرجن متلحفات في مروطهن كدر وحد الحيك وحد اليزار حلما الان نزل الجنوب وارززات تارودان تغيرهم هذاك طريق قد السنة كيتلبس وحد اليزار كيمنع بروز محاسن المرأة وكي الناس يمشون في خشو وطمأنينة لكن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قامت امنا عائشة رضي الله عنها وهي زوج النبي وهي فقيها وقد قال خدوا نصف دينكم عن هذه الحميراء كانت سمراء اللون تميل الاحمرار وقال خدوا نصف دينكم عن هذه الحميراء لانه كانت فقيها صلى الله عليه وسلم فأفتت فتوى فتوى مفادها منع ايماء الله مساجد الله فقالوا لها يا عائشة يا ام المؤمنين ان الرسول صلى الله عليه وسلم اذن للنساء ان يذهبن الى المساجد فلماذا انت تمنعينهن بهذه الفتوى هذه فتوى مصادمة للحديث هذا حديث صحيح ثابت عن النبي الكريم وفتواك انت مصادمة مخالفة قتلهم لا هي لست مصادفة بل هي منساجمة قتلهم لو يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ما احدثت النساء بعده لمنعهن المساجد المعنى انه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في بضع سنين غير تغير المجتمع المجتمع الاول لان غد جي الفتوحات وغد جي الاموال وغد جي التقاليد والعادات والاندماج مع المجتمعات الأخرى وغد يعد واحد النوع من الحرية الزائدة واحد النوع من التأنق في اللباس واحد النوع من تغيير الأصول والتقاريد في أهد النبوة فأمنا عائشة هي الشاهدة عصر قتلهم لو يعلم النبي لو يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدثت النساء من بعده لمنعهن المساجد لكن بعض الفقهة قالوا لها يا عائشة مع احترامتنا لك وأنت زوج النبي الكريم وفقهة ولكن النبي الكريم هو ينطلق من الوحي يعلم بأن سوف يتغير المجتمع وسوف تتغير العادات والتقاليد وقص على ذلك بحل اليوم بعض الناس يقول لك للمرأة يعني هل تأخذ نسعود للذكر مثل حظ الأنتين يقول لك نعم هذا الكلام صواب في ذلك الزمن لما كانت المرأة لا تشتغل ولا تحمل الكل ولا تحمل السيف ولا تدافع عن القبيلة فكان جزاؤها أن تأخذ نسعود والرجل يأخذ عد بالكامل لأن الله تعالى در الدرفية ولكن يا سادة ألا تعتقدون بأن الله تعالى علام الغيوب ويعلم بأن المجتمع سوف يتغير والتقاليد والعادات سوف تتغير إن المجتمع كائن حي اللي يبغى المجتمع يبقى ستابل تابت هذا غير منطقي المجتمع يتغير إنه كائن حي كانوا يقولوا علماء الاجتماع كل خمس سنوات يتغير المجتمع كل خمس سنوات الآن مع المواقع التواصل الاجتماعي والعالم صار قرية صغيرة صار يتغير في كل خمسة أشهر يتغير المجتمع أما قريبا مع بزوغ الدكاء الصناعي والعالم لم يعود قرية صغيرة بل عاد غرفة غرفة صغيرة فإنه سوف يتغير كل خمسة أيام فالتغير هو أمر طبيعي وعادي هو دوما كائن وثيرته صارت أكثر سرعة فالوحي الإلهي سواء قرآن عظيم أو سنة مطهرة هو يستحضر تغير المجتمع فعود إلى الكلام للأخت خديجة أنك حضرت الصلاة إما أن تصلي في بيتك وإما أن تصلي في المسجد فإذا أدرتك الصلاة أدركتك في مكان أنت غادية قادية بعد الحوائج غادية الصوق أو غادية الصفر وجوقت الصلاة انتظري تريتي قليلا حتى تصل إلى بيتك أو تصل إلى أقرب مسجد فإن تعذر إذا كان شي مكان يكون مستور عن الأنظار لأن المرأة لا ينبغي أن تصلي في مكان فيه الأنظار المرأة لما داروا واحدة الروبورتاش تمر في أمريكا بغي يشوفوا ردود أفعال الناس حول صلاة النساء في الشوارع العامة جاءت واحد سيدة أمريكية هي مسلمة وركن مع قناة فضائية وبغي ترصد ردود الأفعال للرجال إذا شافت النساء يصلين كنتمشي لشارع عمومي ويلبس الحجاب ديالها ويأتي وقت الصلاة وكتفرش السجادة ثم تبدأ وتبدأ في الرقوع ثم تبدأ في السجود ثم الرفع كنتشوف رد الفعل غالب يترد الفعل أن الناس بنت لهم امرأة فيها رغبة وفيها شهوة رقوعها وسجودها يثير أنظار الرجال وفعلا تبين بأن المرأة لا ينبغي لها أن تصلي في مكان عمومي يراها الرجال لأن المرأة تبقى دائما واحد الكائن فيه جمالية فيه واحد الرونق يجذب انتباه الرجال فعليك أن تختفي عن أنظار الرجال تقصد وحد مكان لكون مستور وأتصلي فيه بينك وبين الله رب العالمين الله يتقبل منك بنتي الله يمتعك بالصحة والعافية والله رزقنا وإياكم رزقا حسنا إنه سميع قريب مجيب الدعاء نتحول إلى إقليم الرحمة معنا للا غزلان السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا يا سيد طيب كوريبان أهلا بنتي غزلان يا مرحبا بيك عباش المباركة الله يدخل لك بالرحمة والمغفير والتواب والداتك لبس عليك ولله الحمد بنتي جزاك الله الفخير اسمح لي رامرتك شوية مرحبا مرحبا أول مرة تنعيط لك السيد طيب كوريبان مرحبا بنتي غزلان أهلا بتكدعي لي مع ولداتي رضاي زيزك بيخير يا ربي يا ربي يا كريم أراها اللي قال واحد اللي قلب عامر راحبنا الله تعالى لا إله إلا الله ونعمة بالله والقلب عامر اللي قال ما أفنا قال اللي قال لك معد الله محببا معد العبد اللي قال لا 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 يلطف يا رب الله يلطف لا لا يعيب أنا الله يزازك بي خير فهد العواش الله يخلي لك وليداتك يا ربي الشريفة يا ربي كريم يجعي لي مع ولدك يا سيد الله يسترع ليك يا ربي تحفظهم وطرعاهم يا ربي يهي واحد أوليد بحظات لي واحد بحديثة ليلى هيل الله ولي قال لدك ما كاين ما نقول لك حمد لله وشكرته ليلى هيل الله الله يفرج عليكم الشريفة يهي عنده أوليد صغير ولي قال واحد محببا ونعمة بالله يهي ليلى هيل الله محمد الله صريق الله يهي معايا أنا الرس الله يفرج عليك الشريفة يا ربي كريم يهي معايز اعطني شيء داك الله يزازي كبير خير. يا لا لا. شيء رقية الله يسترع لك لها الوليدات الله يرحم لك الوالدي. وخة الشريفة بإذن الله. وخة بإذن الله. احنا نحاول قاعد نديرها الليلة. الليلة واحدة عدد كبير دي الناس كيطلبوا من الشيء رقية قرآنية. نديرها ان شاء الله في ختم الحلقة. اشنا هي الرقية القرآنية. هي هي تعويدات وتحصينات. وأدعية نبوية شريفة. وأيضا أذكار نبوية. وآيات قرآنية نرددها. وبالتالي فإن الله سبحانه وتعالى يجعل فيها الخير والبركة. بإذن الله تعالى. لأن الله يشاف لك الوليدات. الله تعالى يحفظهم ورعاهم. وكيف قلتي. واش من عند الله تعالى مرحبا بها. ولكت من عند الناس. لا يغفر لنا ولهم. لأن الآذى. الآذى قد يكون من عند الناس. وقد يكون قادر إلهي. وقل كل من عند الله. فبعض الناس للأسف يظلم بعضهم بعضا. وفي الحائقة أن اللي يظلمك. هو كيخبرك الحسنات. اللي يظلم الناس كيآدهم. وكل حق بهم الآداء. إما بالسحر. وإما بالحساد. وإما بالعين. وإما باللسان الناميمة والغيبة. الله يسترى هذا غادي. غادي للإفلس. هذا غادي للإفلس. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مجتمع مع الصحابة الكرام. وقال لهم من هو المفلس؟ قالوا المفلس يا رسول الله. من لا درهم له ولا متع. هذا هو المفلس. واللي ضيع المال كله. مبقى عن دوله. قالهم لا. المفلس من أمتي. من يأتي يوم القيام بصلاته. وصيامه. وحجه. وعمرته. يأتي وقد عير هذا. وسب هذا. وشتم هذا. وأكل مال هذا. وآذ هذا. فيأخذ هذا من حسنته. وذاك من حسنته. والآخر من حسنته. فإذا فنيت حسنته. أخذ هو من سيئاتهم. ثم يكب على وجهه في المار. والعياذ بالله. هذا هو المفلس. فالإنسان لكده لدى الأعمال السيئة ما تفرح له. هذا مسكين غلط. هذا لو كان دكي. ولو كان عنده عقل. لهو يسليم. لاتبع قول الله تعالى. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ الصالحون. كي قلبل التجارة المنجية. لهي المصابقة في الخيرات. في العبادات والمعاملات والإحسان بين الناس. هذه التجارة المربحة. ليوم القيامة. غيدخل إنسان باب الجنة. غدلق أمامه جبال. كجبال ثهامة. من الخيرات والحسنات والبركات. كيقول لله تعالى. هذه ملكك. ميلي أغده. يقول لي يا رب انك في الدنيا رعى إنسان على قد الحال. راني رعى الدنيا كتبسيطة في العبادة على قد الحال. يقول لي انت كنت صابر. وكنت تحسن إلى الناس بالكلمة الطيبة. تحسن إلى الناس بالمعامل الحسنة. فهذه الأعمال الصالحة ادخرتها لك. وصيرتها. ها هي. كجبال مكة وتهامة. هذا هو الربيع الحقيقي. أما الآخر. لي كيضل يسئ إلى الناس بالغيبة وبالنميمة. وكي آديهم بالسحر. أو كي آديهم بالأعمال الشيطانية. هذا هذا مفلس. هذا وخي صلي. وخي صم رمضان. وخي يسر الله الرحيم. وخي يمشي للعمرة. هذا للأسف شديد ضيع. ضيع الكثير. من 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 الإيمان. وقد يكون مفلسا. ولعيد بالله. لهذا عليه أن يعجل بالتوبة. عليه أن يندم. نحن على أبواب رمضان. هذه فرصة جديدة. ربنا يمنحها لنا. لنغتنم. اغتنموا. نغتنم. أننا نجدد التوبة. وأننا نستغفر المولى. وأننا نرفع أيدينا. ونكف أدانا عن الآخرين. ونبدأ صفحة جديدة معهم. ونمد أيدينا البيضاء إليهم. أقول لما القم يدير. يمسك عليه لسانه. لما قدر يدير الخير. قال لك أمسك عليك لسانك. وكف أدك عن الناس. هذا أقل الإيمان. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولهم. ويهدي نوائيهم. إنه سميع قريب مجيب. نزولا عند رغبة الكثير من المستمعين والمستمعات. نقيم رقية وأدعية وتحصينة من سنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ندفع بها أدى الناس. ونستعيد من شر حاسد إذا حسد. ومن شر المخلوقات. ونقول أعود بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعود بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله دشان. بسم الله عظيم البرهان. بسم الله شديد السلطان. ما شاء الله كان. نعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. وهو السميع العليم. بسم الله نعود بعزة الله وقدرته من شر ما نجد ونحاذر. بسم الله اللهم داونا بدوائك. اللهم اشفنا بشفائك. اللهم اغننا بفضلك عن من سواك. بسم الله. بسم الله نرقي أنفسنا. من كل شيء يؤذينا. من شر كل نفس أو عين حاسد أو سحر ساحر. الله يشفينا. نستغفر الله الذي لا إله إلا هو. الحي القيوم وأتوب إليه. وأسأل الله العظيم. رب العرش العظيم. أن يحفظنا ويكرمنا ويشفينا. بسم الله. أصبحنا وأمسينا بالله. الذي ليس منه شيء ممتنع. وبعزة الله التي لا ترام ولا تضام. وبسلطان الله المنيع نحتجب. وبأسمائه الحسنى كلها عائدين. ومن شر إبليس وجنوده. ومن شر شياطين الإنس والجن. ومن شر كل معلم ومسر. ومن شر ما يخرج بالليل ويكمن بالنهار. ويكمن بالليل ويخرج بالنهار. ومن شر ما خلق ودرأ وبرأ. ومن شر كل دابة أن تآخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم. نعود بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نعود بما استعاد به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى. نعود من شر ما خلق ودرأ ومن شر إبليس وجنوده. نعود بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده. ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. نعود بالله العظيم وبوجهه الكريم. وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. نعود بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة. ومن كل عين لامة. تحصنا بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء. واعتصمنا بربنا ورب كل شيء. وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. واستدفعنا الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله. حسبنا الله. حسبنا الله لا إله إلا هو. عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الرب من العباد. حسبنا الخالق من المخلوقين. حسبنا الرازق من المرزوقين. حسبنا الله هو حسبنا. حسبنا الذي بيده ملكوت كل شيء. وهو يجير ولا يجار عليه. حسبنا الله وكفى. سمع الله لمن دعا. ليس وراء الله مرمى. حسبنا الله لا إله إلا هو. عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم. اللهم رحمتك نرجو. فلا تكننا إلى أنفسنا طرفة عين. وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت. يا ولي الكلمات التامات والدعوات المستجابات. عافنا. وعاف المسلمين أجمعين. اللهم عافنا من جهد البلاء ودرك الشقاء. وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم أنت القوي وليس أحد أقوان منك. وأنت الرحيم وليس أحد أرحم منك. رحمت يعقوب فرددت عليه بصرة. ورحمت يوسف فنجيته من الجب. ورحمت أيوب فكشفت عنه البلاء. وأمرتنا بالدعاء. وتكفلت بالإجابة. يا دلجلال والإكرام. يا رب العالمين. يا منزل الكتاب. يا مجري السحاب. يا هازم الأحزاب. اللهم يا ربنا نسألك في هذه الساعة المباركة. من يوم الجمعة. وفي أواخر شعبان وعلى أبواب رمضان. أن تكون وليا لإخواننا في فلسطين. اللهم كلهم وليا ونصيرا. اللهم كلهم وليا ونصيرا. يا منزل الكتاب. يا مجري السحاب. يا هازم الأحزاب. اللهم انصرهم على من عاداهم. اللهم اهزمهم وأبعدهم عنهم. سيهزم الجمع ويولون الدبر. سيهزم الجمع ويولون الدبر. بل الساعة موعدهم. والساعة أدهى وأمر. اللهم ياد الجلال والإكرام. يا رب العالمين. اكفنا من ظلمنا بما شئت وكيف ما شئت. ما شاء الله كان. وما لم يشأ لم يكن. وكل شيء عنده بمقدار. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. أليس الله بكاف عبده بلى. أليس الله بكاف عبده بلى. إنا كفينا كالمستهزئين. إنا كفينا كالمستهزئين. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. وإن الله على نصرهم لقدير. اللهم ياد الجلال والإكرام أنت القائل. أم من يجيب المضطر إذا دعاه. ويكشف السوء. ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله قليلا ما تذكرون. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة. وهذا الجهد وعليك التكلان. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسلام على المرسلين. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عدد خلقك ورضى نفسك. وزنة عرشك ومداد كلماتك. كلما ذكرك وذكره الذاكرون. وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسلام على المرسلين. والحمد لله رب العالمين.